اليوم من بين الأشياء اللي بالتأكيد الناس رهم كان فيها نقاشات ربما داخل البيوت ولكن خاصة على مواقع الفيسبوك وغير الفيسبوك هو إطلاق ربراب إطلاق ربراب أمس أو صباح هذا فجر هذا اليوم ونقاشات وصراعات وخلافات وكثير اللي بعثوا لي أسئلة وقلت لهم سأرد إن شاء الله في اللايب وخلاصة ردي على هذا الموضوع شون دي عشهي الوقت كثير إذا كان ربراب سجنوه ظلما فإن إطلاق صراحه أمس هو نظام ظالم أطلق إنسان مظلوم أما إذا سجنوه لأنه كان بالفعل فاسد وظالم كما قالوا فإن هذا النظام لن يفاجئنا أن يطلق الفاسدين والمفسدين لأنه نظام فاسد أنا لا أعرف التفاصيل لأن المشكلة مع الأنظمة هذه مع أنظمة قضاء تليفون هو أنه كثير من الأشياء الناس لا تعرفها إلا ما يصدر عن نظام الحكم إلا ما يصدر على الدكتاتورية هذه وما يصدر عن دكتاتورية هذه وأنا بالتجربة الخاصة في الغالب هو كذب ولذلك كل هذه الأحكام التي ستصدر الآن قلتها من عودها توفيق وترطاق ويحية وسلال وسعيد بوتفليقة وعدد كبير من اللي رغم سجنهم القايد صالح بكل أسف وألم سيتم إطلاق صراحهم لو كان القضاء عادل في الجزائر ما يكونش يحكم عليهم بخمسة عشر سنة أو بعشرين سنة أو حتى بخمسة عشرين سنة إنما هؤلاء اللي ذكرت أسمعهم الآن في أقل الحالات يستحقون الإعدام في أقل الحالات جرائمهم جبال من الجرائم لكن هل تعلمون أن أي محامي مبتدئ يستطيع أن يثبت أن سجن أويحية وسلال والوزراء كلهم بما فيهم السعيد بوتفليقة اللي يحمل لرطبة وزير هو سجن غير شرعي لماذا؟ لأن المحاكمة نتاحهم المفروض أن تكون بمحكمة عليا محكمة خاصة لم ينشأها برغم أن الدستورة نص عليها لكنها لم تنشأ أبدا هذا واحد الأمر الثاني لم تتوفر فيها الظروف الطبيعية للمحاكمات العادلة وبالتالي هذه المحاكمات يستطيع غدا أي واحد يجي شكك فيها ويثبت من أنها كان هناك خلل في هذه المحاكمات خلل في الشكل خلل في المضمون وبالتالي تلغى هذه المحاكمات لذلك كل ما يحدث هو الآن حتى ولو كانت الخلافات صحيحة بين الأجنحة المتصارعة للحكم إلا أن في النهاية يستطيعون أن يتفقوا علينا كما فعلوا دائما وإذا بقي هذا تبون وبقيت هذه الجماعة فإنها ستجد دائما الطرق لإطلاق صراح المجرمين والمفسدين إذن نقطة في بحر المعركة اللي يخذها الشعب الجزائري وتبون ومن معه الآن يعتقدون أنهم بالقيام ببعض الأعمال مثل إطلاق مثلا محند السعيد على محمد السعيد إطلاق اسم محند السعيد على محمد السعيد حكيتها لكم قبل أربعة أيام أو خمسة أيام يعتقدون أن هذه الخطوات هي استمالة للقبال ومحاولة لشراء الرضا للقبال وهنا يرتكبون خطأ لا يقل خطأ وخطورة عن شيطنة القبال اللي بدأوها في مارس واللي كنت تحدث عليها ربما من البدايات حتى بعض الناس كانوا يقولوا لماذا أتكلم عن الموضوع هذا؟ لماذا أتكلم عن كل المؤشرات أمامي ستقول ذلك وبعد أن تبينت تلك المؤشرات إذن القبال شيطنتهم زادت في تعميق قناعاتهم وفي الحرك حيث يقوى وينتصر على الأقل يستمر ضغطا بقوة ومحاولة شراءهم أو استمالتهم هو إهانة أكبر بكثير من محاولة شيطنتهم القبال لم يخرجوا لا من أجل رابر ولا من أجل أي كان ونقول لكم لو لو كنتم لو أعطاكم الله معجزة لو أعطى الله معجزة لهذه العصابة التي تحكمنا وعادة الروح مش أطلقت صراحة عادة الروح لعب الرمضان كريم بالقاسم عميروش لالنسومر يغرطة ماسي نيسا طارق بن زياد كل أمازيغ الأحرار لو عادت لهم الروح فإن هذا لا يؤثر في الحرك شيء لأن القبال لا يخرجون باعتبارهم قبال إنما يخرجون باعتبارهم جزائريين يطالبون بدولة العدل والحق والقانون يطالبون بالدولة المدنية يطالبون بالحرية بالكرمة وبالتالي أقول أنا لتبون واشنغريحة ومن معه أي محاولات لكسر الحراك باعتبار أنكم ستستميلون جهة ضد جهة أو ستقربون جهة ضد جهة أو تشيطنون جهة ضد جهة لن تأتي بنتيجة وسترون هذه الجمعة سترون الشعارات سترون المواقف وسترون من الجميع وعلى من بينهم إخواننا القبائل إذن القبائل والشاوية والعرب الأحرار والميمزة والتوارك لم يخرجوا لقضايا خاصة أو قضية هوية أو قضية منطقة أو قضية جهة أو قضية أبدا المعركة هي معركة الجزائرين الأحرار ضد الجزائرين الأشرار معركة المظلومين ضد الظالمين معركة الدولة المدنية ضد دولة الحنوشة الدولة العسكرية هذه هي المعركة وهذا العمق وأي شيء آخر هو مضيع للوقت هو مضيع للوقت وأنا أنصح القائمين اليوم على السلطة الغاصبين لها ظلماً وأدواناً أن يعيدوا وجهة النظر في كل شيء وأن يكونوا صادقين مع هذا الشعب وأن يطبقوا المادة السابعة والثامنة بحق لقيام الدولة المدنية الدولة المدنية هي الضمان للجميع أن لا تحدث الانحرافات ولا تحدث الاغتيالات ولا تحدث المجازر ولا يحدث الضياع ولا الفشل ولا الرداء لرأي السيدة في البلاد اشتركوا في القناة